إلا أنت كشخص ما بيهمك أوكي بس ما بيهمك طفلك أولادك خاصة يعني معروفين في شريحة أولادهم بعضهم صغار يعني من خلال اللايف بيكون يعب بكي يعني بيّن أعمارهم من سنتين للخمسة للسبعة هيد الأطفال هل تعلم هل أطفال بس يكبروا ويصلوا لمرحلة المراهقة شو راح يكون ردة فعله لما يشوف اللايفات مسجلة ومنتشرة بين التواصل الاجتماعي يشوف أبوه شو هو شو كان يساوي شو كان يحكي لأنه اللايفات والبروفايلات تقريباً صاعد من مرآتنا يعني مرآت المجتمع ومرآت البيت نمشينا أمع بيننا اللي بيطلع بيحكي قد ما يزيف يعني عميش ما بده يزيف أو إن كان نحو الإيجابية أو السلبية يعني ما بالمئة الخمسسين يعني عب بيحكي شيء من أخلاقه وأدبه وثقافته يعني لابد منه طب ما حسبت حساب ابنك أو بنتك يصلوا لمرحلة صيروا وعين وعندهم إدراك وعي يعني قدام رفقاتهم بالمدرسة أو الجامعات يعني شو راح يكون موقفاً هل تعلم؟ هل تعلم هالولد أو هالبنت شو راح يصير فيهم؟ لما رفقتهم يقولوا ليك هيدا أبوك؟ أو هيدا أمك؟ شوف؟ شوف مين أبوك وأمك؟ أنت ما حسبت حساب المستقبل طاول؟ هل تعلم أنه هالطفل بهالمرحلة بعمر المراهقة لما ينحط بهيك موقف؟ لأنه مثل الأعلى هو الأب والأم بالحياة؟ هل تعرف ما راح يكون موقفه؟ هل تعرف قديش بده ينكسر قلبه؟ وقديش بده يزعل؟ ويكتئب؟ ويحزن؟ لماذا طيب؟ لماذا ما أخلي ابني يفتخر فيني؟ بسيطة جداً حتى لو لم تكن إنسان دارس بس أكيد في بيدك مهنة حتى إذا لم يكن بيدك مهنة يا أخي لم يكن بيدك أي شيء اطلع احكي بشكل أدبي حديث لبق بكل بساطة سقط هماما إذا تحكي ببساطة وبعفويتك بس بشكل محترم راح يطلع شيء حلو في كتيرين من الشرائح من أجناس تانية ما بدنا نسميهم بيطلعون حتى شغله بيحمل حجار بيحمل طراب بيصور حاله وبنزل فيديوهات مو غوعة أنا بحترم هيدا الإنسان يعني شغله حمال مو غوعة وعبتصور حاله وبنزل بالعكس هيدا الولاد بس يكبار راح يشوف أبوه كيف كان يتعب بمشانه راح يقول قديش كان يتعب بمشانه راح يفتخر وقتا ما راح يخجر بدي أقول هيدا هو أبوي اللي تعب بمشانه بمشانه ويصدر لشي مرحلة بالدراسة مرحلة كثير حلوة وعالية راح يرفع راسه بس أما يعني حرام كثير حرام اللي عبدتطلع وتساوه إن كان يعني من الرجال أو النساء طب إذا ما بيانوا يعني ولا فرعه معك حطها عطفالك يعني شو هيدا المفهوم يعني ليش بتجيبهنا على حياتك وين المسئولية وين الوعي